اعزائي الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة مازلنا مستمرين مع كتاب بيت باي بيت المراجعة النهائية تلتة اعدادي وحنا النهاردة متوجدين في الاختبار الرابع البداية على طول من السؤال الاول فين يزا فولونج ديالوج الموجود في بيج فورتي وان صفحة واحد واربعين ألفت عند يسرا are talking about يسرا's speech on satellite technology تكلموا عن الخطبة او الكلمة اللي هتلقيها عن تكنولوجيا او تقنيات الامار الصناعية ألفت بدأت الكلام وقالت لها what are you writing بتكتبي ايه يسرا قلت لها I am writing a speech about satellite technology عشان هو قال لي فوق هنا ايه satellite technology a speech on satellite technology انا باكتب عن satellite technology فقلت لها satellite technology why do you write it ليه بتكتبي قلت لها I have a speech on how satellite technology has changed our life انا عندي كلمة عن ازاي العمار الصناعية غيرت حياتنا قلت لها can I come as you طب اقدر راجي معاكي قلت لها yes or sure you can come as me طبعا قلت لها what else are going to talk about انت تتكلم عن ايه تاني قلت لها I am going to talk about GPS GPS great عظيم this speech seems to be interesting يبدو تبدو رائع I wish you the best تمنى لك افضل حاجة قلت لها thank you شكرا لك علشان على طول السؤال التاني والمتواجد في page 42 complete or read and complete the text with words from the following list all the people sometimes need بيحتاجوا help المساعدة because of their old age علشان سنهم المتقدم if there are enough volunteers لو في متطوعين كافيين it will be easy it will be easy سوف يكون الامر بالنسبة لهم سهل to take medicine لاخذ الدواء and walk انهم يتمشوا this way بهذه الطريقة you will never feel lonely لم يشعروا ابدا بالواحد علشان نروح على طول السؤال الرابع واللي بيقول choose the correct answer اختر الاجابة الصحيحة a long period of dry weather الطقس الجاف بس المدة طويلة ده بسبب لنا جفاف فبقول علي ايه drought is a gas in the air such as carbon dioxide which can cause global warming طبعا ده greenhouse gas غازات اللي احتباس الحراري seagrass absorbs carbon dioxide the synonym of absorb يمتص قولنا ليها معنين يا ايما take in يا ايما breathe in the adjective national is turned into the opposite عكسها بق اقول ايه international سامي سامي news and articles for newspapers magazines this means he is a journalist the صحفي سامي finished his speech politely this means he it politely he concluded it politely علشان نروح على طول السؤال الخامس complete with the correct form وعندي اول حاجة after 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 القاعدة بتاعتها بيجي بعدها ماضي تام اللي هي head والتصريف التالت للفعل من finish فاقول finish ماضي تام والجملة التانية بتكون في الماضي البسيط علشان كده نقدر نشوف كلمة wind ماضي بسيط كريم sent the letters the last wednesday طبعا هنا كريم فبقول sent وليه يا مستر سنت قولنا انا عندي اربع كلمات دلة على الماضي البسيط yesterday last ago in the past وانا عندي هنا lost وبالتالي يبدأ ماضي بسيط اللي هو التصريف التاني للفعل سامي said me that لا هقول سامي told me that if ronda works hard the manager will be happy دي القاعدة الاولى if if في المضارع يجي معها will يبقى will be they have played tennis yet yet بتعمل معنى النفي يبقى الجملة دي تكون من فيها يبقى هقول they haven't played علشان نروح على الاختبار الخامس واللي بيقول finish the following dialogue اكمل هذا الحوار احمد and سعيد are talking about growing plants زراعة النباتات بدأ احمد الكلام وقال how can we protect the environment ازاي نقدر نحمل بيئة فقال له we can plant trees نقدر نزرع اشجار فقال له where can we grow plants نقدر نزرع النباتات ديفين we can grow them in balconies لو دائت خلص يبقى في البلكونة وكمان عروف الاسطح فقال له why are plants important هي لين بتدي بقى مهمة because they absorb carbon dioxide from the air دول بيمتصوا ساني اكسيد الكربون من الهواء فقال له what will happen if we cut down trees طب لو احنا قطعنا الاشجار ايه يحصل فقال له I think cutting down trees will help increase carbon dioxide ده يساعد في زيادة ساني اكسيد الكربون what else will happen if we cut down trees طب و ايه يحصل بقى لو تاني لو قطعنا الاشجار I think the earth's temperature درجة حارة الارض will increase سوف تزداد علشان ننطلق على طول للسؤال التاني واللي بيقول read and complete the text with word from the following list In the future في المستقبل traveling will be easier السفر هيكون اسهل we will use احنا هنستخدم electronic buses يعني وتوبسات كهربائية to move around the seats factors will use هيستخدموا robotics engineers I believe I believe اعمل او اتمنى او اعتقد اني الناس will be able to get energy from solar farms ومن السؤال التاني على طول ننطلق الى السؤال الرابع choose the correct answer اختر الاجابة الصحيحة is a special ability to do something power means to be able to use the internet without wires wireless لسلك the synonym the word advantage is merit مزايا the word environment is turned into an adjective by adding the suffix environment or environmental be last week I visited a place where there were many photos this means I visited a photo expression معرض صور we need a place to collect rubbish and burn it this means we need a landfill مقلب نفايات انطلاقا الى السؤال الخامس complete with the correct form اكمل بالصيغة الصحيحة نادية has sung for an hour now لسه بتغني اه يبقى هقول نادية بتاخد يا شباب has واحط بعدها been واقول الفعل مضاف له ing يبقى has been singing if نور arrives late وليه يا مستر arrives وليه خليتها مضارع بسيط الاجابة ببساطة ان هنا بعد في الجملة التانية will punish ده مستقبل بسيط will ولمصدر يبقى مضارع بسيط will ولمصدر who used to help you with your home with your study who used to help you ده ده ليه لايكس واتشينج ليه مستر واتشينج لقيني لايك من الفعل يجي بعدها فعل زيد ing g i didn't leave home since last week didn't leave لما غادر المنزل منزل اسبوع الماضي طيب ايه المشكلة المشكلة ان انا هقول will i haven't left ليه يا مستر haven't left ده ايه ده ده مضارع تام طيب ليه خلتها مضارع تام علشان سنسي دي دل على المضارع التام واللي بيجي بعدها ايه ماضي بسيط last week i haven't left home since last week اشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته